بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائنا طلاب السنوية العامة اهلا ومرحبا بكم في حلقات المراجعة الجميلة بتاعت مادة الكيميا الجميلة هي استاذ دي كيميا ما هي عشان كيميا تبقى جميلة ان شاء الله هنشوف مع بعض حلقاتنا ويتابعوا معنا موقع الاهرام التعليمي لبس حلقات مراجعة السنوية العامة في كل المواد ان شاء الله توقعتنا باذن الله هي اللي موجودة في الامتحان السنة دي باذن الله او اي سنة تانية لما تركز معي هنتكلم مع بعض النهاردة على جزء مهم جدا للكشف عن الكاتيونات الشكوك القاعدية اول سؤال يتباضل للزهن اتكرر في الامتحانات قبل كده اللي هو عن اللي ما يأتي الكشف عن الشكوك القاعدية اكثر تعقيدا من الكشف عن الشكوك الحامضية كشف عن الكاتيونات اكثر تعقيدا من الكشف عن الانيونات كشف عن الشكوك الموجبة اكثر تعقيدا من الكشف من الشكوك السلم الإجابة سهلة لكسرة كتير الشكوك القاعدية وتعدد حالات أكسودها زي الحديد السمائي والحديد السلس المجموعات التحليلية للكاتيونات لازم نبقى عارفين إن في بعض منها بيترصب على هيئة الرواسب اللي بتظهر بتاعتها هل كلوريدات ولا كربونات ولا كابريتيد ولا إيه هم كان مجموعة ست مجموعة ولكن إحنا عندنا أربع مجموعات لدرستهم في المرحلة بتاعتنا دلوقتي الأربع مجموعات اللي عندي مجموعة الأولى الكاشف بتاعها مين مين الكاشف بتاع المجموعة الأولى مين كاتيونات المجموعة الأولى طب وليه بستخدم الكاشف ده انت واخد بالك من كلامي الكاشف في المجموعة الأولى هيكون HCL مخفف يعني أنا عندي أول مجموعة هنتكلم عليها مجموعة تحليلية للكاتيونات الكاشف هيدروكلوريك مخفف دي المجموعة رقم واحد طيب بتترصب على هيئة ايه؟ الراصب بتاعها كده شفنا مين؟ الكاشف قلنا الكاشف مين؟ حمد هيدروكلوريك مخفف الراصب على هيئة كلوريدات طب علي اللي ما يأتي راصب او كواشف المجموعة الاولى عبارة عن حمد هيدروكلوريك إنها تترصب على هيئة كلوريدات لا تزوب في الماء أو لأن كلوريداتها شحيحة الزوبان في الماء زي مين؟ زي الفضة الأحادي زي الزئبق الأحادي زي الرصاص السنائي يبقى لو سألني في الامتحام الفضة بيترصب على هيئة ايو؟ أقول לו على هيئة كلوريدات الزئبق على هيئة كلوريدات الرصاص ده أنا قلت الزئبق الأحادي أو الرصاص اللي يا جماعة السنائي تاني كاتيونات بتاعتها فضة أحادي زئبق أحادي رصاص سنائي رصاص ده رصاص مش زئبق رصاص إيه سنائي بترسب على هيئة كلوريدات بقيتش سي إل اللي احنا قلناه قبل كده في حلقة سابقة بيكشف عن ستة أنيونات وثلاث كاتيونات بيكشف عن كاربونات بيكاربونات كابريتيت سيوكابريتات نيتريت كابريتيد دي أنيونات الأحماب بيكشف عن كاتيونات الفضة زئبق الرصاص يبقى خلي بالك من الكواشف طب فين معادلاتها مفيش ألوان راصبها مش عندنا تترسب على هيئة ايه كلوريدات المجموعة الأولى فينش خلصت خلاص الحمد لله طب أنا عرفت المجموعة الأولى الكاشف بتاعها والراصب والكاتيونات المجموعة التحليلية التانية اللي فيها كاتيون النحاس السنائي سي يو موجاب 2 كاتيون النحاس السنائي يطرى مين الكاشف بتاعها حمد وسط حمدي في وجود H2S H2S يسمى كابريتيد الهيدروجين في وسط حمدي الكاتيون عبارة عن نحاس السنائي الراصب لونه ايه؟ اسود كابريتيد كابريتيد نحاس اسود طيب يا طارب تترسب على هيئة ايه؟ أنا لسه بقول كابريتيد كابريتيد طب الكاشف كابريتيد طب الراصب كابريتيد أنا ما بغنيش أنا بقول لك الراصب والكاشف هم الاتنين مرتبطين مع بعض مجموعة اولى كاشف حمد هيدروكلوريك كولوريد يبقى الراصب كولوريد المجموعة التانية كابريتيد هيدروجين الراصب كابريتيد يبقى المجموعة التانية عندنا المجموعة رقم اتنين الكاشف بتاعها عبارة عن H2S في وسط حمدي زي حمد هيدروكريك مخفف المجموعة رقم اتنين ده عبارة عن الكاشف طب الراصب على هيئة ايوا قولوا انت اللي بتقولوا معايا هو كابريتيد شمعنا انها لا تزوب في الماء طب الراصب عندي كابريتيد الكاتيون موجب اتنين طب ما تيجي نشوف مع بعض حاجة صغيرة انا هاخد دلوقتي كابريتات نحاس هفعلها مع H2S كابريتيد هيدروجين هحط وسط حمدي ايه اللي هيحصل عندنا هيكون عندنا H2SO4 زائد CUS راصب اسود مادة سودة كابريتيد النحاس يبقى المجموعة التحليلية التانية خلصت بسرعة الكاشف H2S في وسط حمدي الراصب على هيئة كابريتيدات الكاتيون نحاس المعادلة موجودة طيب الراصب لونه ايه؟ راصب اسود اسمه ايه؟ كابريتيد نحاس ممكن يربط لي بقى كشف عن الكاتيونات مع الكشف عن مين؟ عن الانيونات يديني سؤال للاتنين يعني مثلا عند امرار محلول وليكن مثلا ايه؟ محلول ايه؟ او ناخد غاز H2S في وسط حمدي على مادة تكون راصب اسود يبقى انت عرفت ان دي فيها نحاس فيها ايه؟ نحاس سناء وعند امرار نطرات الفضة على نفس المحلول تكون راصب ابيض يبقى ده كلوريد نحاس يبقى ده كلوريد ايه؟ نحاس لان راصب ابيض المادة بتاعتنا اللي ايه؟ تحط في ضوء الشمس بايه بانفسك يبقى كلوريد نحاس طيب انت مثلا عاوز تكشف عن المجموعة التحليلية رقم 3 طب قال مين الكاشف الرئيسي بتاعها؟ مين الكاشف بتاعها؟ اقول له محلول النشادر هيدروكسيد امونيوم ولا هيدروكسيد سوديو؟ لسه طالبة سألاني مبارح في الجزئية دي لا حبيبي خد الكاشف الرئيسي كاشف المجموعة التحليلية رقم 3 من NH4OH طب لو كتبت ن ايه OH غلط ده الكاشف التأكيدي يبقى كاشف المجموعة التحليلية التالتة هيدروكسيد امونيوم محلول نشادر محلول امونيا اما الكاشف التأكيدي هيدروكسيد سوديوم سودا كوية طب قال لي الكاشف وسيكتيو بتاخد الرئيسي هيدروكسيد ايه هيدروكسيد امونيوم طيب المجموعة التحليلية التالتة الراصب بتاعها على هيئة ايه احنا قلنا الاولى الراصب كولوريدات التانية كابريتي دات بجيبها من الكاشف التالتة الكاشف هيدروكسيد يبقى الراصب هيدروكسيد يبقى الراصب على هيئة هيدروكسيدات طب ليه هيدروكسيدات لانها الغير قابلة للزوان في المية بالنسبة لكاتيونات المجموعة التحليلية التالتة طب المجموعة التحليلية التالتة عبارة عن ايه عبارة عن حديد صنائي برا عن كاتيون حديد سلاسي برا عن الألمونيوم والألمونيوم سلاسي طب هنا ديف محلول النشاد مع الحديد السنائي راصب أبيض جيلاتيني مخدر أو أبيض مخدر وخلص على كده أبيض مخدر أخضر باهت مع الحديد السلاسي بني محمر جيلاتيني ده الأساس جيلاتين مع الألمونيوم راصب أبيض أبيض جيلاتيني طب ده لو حطيت هيدروكسيد أمونيوم طب لو حطيت هيدروكسيد سوديوم نفس الألوام بس خلي بالك مع الألمونيوم إيه اللي يحصل يزول الراصب لما أوفر سوداكاويا لتكون ميتة ألمونيات سوديوم عاوز أسأل سؤال دلوقتي كيف تميز بين كيف تميز بين كلوريد حديد سلاسي وكلوريد الألمونيوم سؤال جالك كده في الامتحام كيف تميز بين كلوريد الحديد السلاسي وكلوريد الألمونيوم بإضافة محلول النشادر حضيف محلول النشادر مع الحديد السلاسي حديد السلاسي حديد السلاسي إيه اللي يحصر مع الحديد السلاسي بيكون راصب بني محمر جيلاتيني مع الألمونيوم كوي راصب أبيض جيلاتيني تاني السؤال أكتبه وتركز معايا كيف تميز بين كلوريد الألمونيوم وكلوريد حديد سلاسي بإضافة هيدولوكسيد أمونيوم محلول النشادر طب حطيت صوداكاوية هينفع هيدولوكسيد سوديوم هينفع ما الصوداكاوية هي هيدولوكسيد سوديوم طب أنا ضفت في الأول خالص محلول النشادر التجربة الأساسية كون عندي إيه مع الحديد السلاسي هيكون راصب بني محمر مع الألمونيوم راصب أبيض جيلاتيني راصب أبيض إيه جيلاتيني طيب لو جينا تكلمنا مع بعض عن تمييز بين هيدولوكسيد الأمونيوم وهيدولوكسيد السوديوم ده إيه السؤال ده جديل كواشف أقدر أميز بنا لما حط لها ملح من أملاح الألمونيوم إيه لا يحصل مع وفرة من المادة الأولى لو كان في وفرة جنراصب أبيض جيلاتيني يختفي بالزيادة يبقى ده السوديوم مع وفرة من المحلول اللي أكشف عنه ودينا راصب أبيض ما اختفاش بالزيادة يبقى ده الأمونيوم يبقى ده إيه الأمونيوم طيب فوق دي عندي مجموعة واحدة اللي هي المجموعة رقم خمسة فين الرابعة مش عندنا فين الستة مش عندنا احنا قلنا المجموعة الأولى الكاشف عاوز اسمحها تاني مخفف طيب المجموعة التحليلية التانية في وسط حمدي طيب التالتة هيدروكسيد أمونيوم طيب الخمسة كربونات أمونيوم مين فيها الكاتيون الكالسيوم كالسيوم كاتيون الكالسيوم ده اللي كمال لي كشف جاف هنشوفه طيب كربونات الأمونيوم كاشف رئيسي للمجموعة التحليلية رقم خمسة من الكاتيون كالسيوم طيب الكاشف كربونات أمونيوم يبقى الراسب أنتم بقيتوا أشتر مني خلاص الكربونات كربونات أمونيوم بقى الراسب إيه كربونات يبقى الراسب كربونات طب الراصب كربونات الكاشف كربونات كربونات امونيوم مع الكالسيوم في المجموعة الخامسة تدي راصب ابيض طب لو حمد الكابريتيك مع الكالسيوم تدي راصب ابيض ده الكاشف التأكيدي طب تجربة كاشف لهب بنزين مع الكالسيوم تدي لون احمر طول طب ناخد سؤال مجمع كده ما بين الانيونات والكاتيونات عندي اضافة محلول محلول مين بقى نطرات الفضة عندي اضافة محلول نطرات الفضة الى ملح الف تكون راصب ابيض يسود بالتسخيل بنتعرفت ان ده كابريتيت وعند اضافة هيدروكسيد الايه الامونيوم الى نفس الملحة الف تكون راصب بن محمر يبقى ده حديد سلاسي يبقى المركب ده كابريتيت الحديد السلاسي كابريتيت الحديد الايه السلاسي سؤال مجمع بين الانيونات والايه والكاتيونات في عندنا بعض الاسئلة في صورة مسائل وخصوصا مسألة زي كلوريد الكالسيم المتهدرة مسائل التطاير مسائل التطاير اولاد لما اجا اتكلم على سؤال فيها وليكن عندي مسألة مهمة جدا جات في امتحانات قبل كده وموجودة في دليل التقويم وموجودة في نمازج الوزارة بتاعت السنة دي يقول لي مركب مركب كلوريد الكالسيم المتهدرة في اكس ميا مركب كزا كتلته كانت واحد سبعة واربعين من مية جرام وسخنة حتى اصبح واحد وحداشر من مية جرام يبقى ده الكتلة وهو في مية وبعدين الكتلة بعد ما سخنته احسب طالب مني ايه بقى احسب واحد نسبة مقاوية لمين لمية التبلر احسب للنسبة لمية التبلر رقم اتنين بعد ما احسب نسبة مقاوية لمية التبلر اتنين احسب كمان ايه مش النسبة المقاوية بقى هنا هو عاوز نسبة مقاوية احسب عدد مولات اكس للمية عاوز اعرفها وبيديني طبعا ان الكالسيم ده كتلته المولية بتساوي اربعين الكولور كتلته المولية خمسة وتلاتين ونص الهايدروجين كتلته المولية واحد الاكسوجين كتلته المولية الستاشر يعني مديني كتل اشتغل بيها مركب كولوريد كالسيم متهدرت في مية كتلته واحد سبعة واربعين من مية جرام سخنته اصبح في النهاية واحد وحداشا من مية جرام هاتلي النسبة المقاوية لمية التبلر المية التطاير المية اللي اتبخرت واحسب لي عدد مولات اكس للمية تعال نشوف خطوات المسألة بمنتهى البساطة بطريقة سهلة مش معقدة اول حاجة انا عاوز نسبة مقاوية للمية ادي المادة اللي فيها مية اي على بعضي كتلتها واحد سبعة واربعين من مية سخنتها المية اتبخرت فضل واحد وحداشر يبقى اجيب كتلة المية واعسمها على الكتلة الاصلية واضرب في مية جزء على الكل في مية جبت النسبة المقاوية ازاي؟ تعالوا معايا كده اول حاجة هنحسب كتلة ماء التبلر بتساوي ايه دي؟ بتساوي واحد سبعة واربعين من مية جرام ناقص واحد وحداشر من مية جرام بتساوي ستة وثلاثين من المية جرام دي كتلة مين؟ دي كتلة ماء التبلر ازا النسبة المقاوية لمية التبلر بتساوي ايه؟ هاخد الستة وثلاثين من المية اقسمها على الكتلة الاصلية دي واحد سبعة واربعين من مية هضرب في المية هتطلع معايا اربعة وعشرين ونص في المية كده جبنا نسبة مية التبلر المسألة دي من المسائل المهمة لسه ما خلصتهاش لسه عاوز مني ايه؟ احسب ما يسمى بعدد مولات مية التبلر اللي هي اكس عدد مولات جزيئات المية انا معايا سي اي سي ال تو ومعنا المية الكتلة بالجرام بتاعت كل واحدة الكتلة بالجرام هنا المية كتلتها ستة وتلاتين من المية طيب كتلة كولوريد الكالسيوم اللي هي المادة الصلبة بعد ما سخنت كانت واحد وحداشر من المية مديني كتلة مولية استخدامها الكتلة المولية هجيبها للمية يبقى كتلة مول لكل مراكم المية اكسوجين ستة عشر زائد اتنين في واحد بكام بثمنتاشر كولوريد الكالسيوم اتنين في خمسة وتلاتين ونص زائد اربعين بمية وحداشر يبقى جبت الكتلة المولية هروح اجيب ما يسمى بعدد المولات ده بحسبه ازاي عدد المولات ده هقسم لاتنين دول على بعض عشان اجيب عدد المولات هاخد ستة وتلاتين من المية اقسم على تمنتاشر فيها اتنين من المية هقسم واحد وحداشر على مية وحداشر فيها واحد من المية كده اجيبت عدد مين؟ عدد المولات هجيب النسبة بين عدد المولات معايا رقمين؟ معايا تنين من المية من واحد من المية هقسم على الصغير هقسم على ايه اولاد؟ الصغير يعني اتنين من المية على واحد من المية بنساوي اتنين يعني واحد من المية على واحد من المية بنساوي واحد يبقى النسبة عندي هنا ايه؟ اتنين الى واحد يعني كلوريدي الكالسيوم كان داخل بمول واحد المية كانت داخلها بكام؟ باتنين مول يا السلام ايه الجمال ده؟ اتنين اتنين كده جبت عدد مولاد جزيئات المية باتنين خطوات سهلة كتلة المادة بالجرام كتلة مولية عدد مولاد جبت النسبة طلعت عدد مولاد جزيئات المية المتبلرة اللي موجودة عندي هنا في بعض الاسئلة اللي الطالب بيبقى بعيد عنها شوية وبتيجي في الامتحانات يقول لي ما الاساس العلمي للتطاير ما احنا كنا بنشرح مسألة التطاير ايه الاساس العلمي هنا اللي هو حساب كتلة المادة المتطايرة بطريقتين اما بتجمحها وحساب كتلتها او طرح الكتلة المتبقية من الكتلة الاصلية لحساب كتلة المادة المتطايرة يعني مادة كتلتها عشر جرام سخنتها المية تبخرت ليت الكتلة تمانية يبقى كتلة المية دي طريقة سهلة عشر اطرح منها تمانية بتسوي اتنين يبقى حساب كتلة المادة المتطايرة بطرح الكتلة المتبقية من الكتلة الاصلية طيب الطريقة التانية تجميع البخار ده واكسفه واجمعه يبقى تجميع المادة وتكسفها ثم ايه جمعها يبقى دلوقتي يا ولاد انا عندي اساس علم للتطاير تم فيه ترسيب ايه هو الاساس العلمي للترسيب الاساس العلمي للترسيب عندي هو ترسيب المادة الاصلية ثم الترشيح عن طريق ورق ترشيح عديم الرماط يعني احرقه يتبخر كله ثم احتراق المادة ووزن المادة المتبقية لحساب الكتلة الاسئلة دي بتبقى بسيطة كده في النص زي سؤال مثلا تعرضت له من فترة مع الزماين ليكم بيسألوني يا اساس في سؤال جيه في امتحان لو بالضبط حدد لك امتحان امتحان السودان 2018 كان بيقول لهم ايه ما فائدة المواد فوق الاكسيد اثناء عملية البلمرة ايه ده فوق الاكسيد احنا بنحط فوق اكسيد ماشي طب فائدتها ايه مواد بادئة للتفاعل مواد بادئة لايه للتفاعل طب حط ضغط اكيام في البلمرة الف ضغط ليه عشان اكسر روابط بعض بسخم حرارة عشان اكسر روابط عشان نشط التفاعل لكن مواد فوق الاكسيد دي مواد بادئة للتفاعل مواد بادئة لايه للتفاعل الباب التاني والتحليل الكيميائي سهل جدا مرتبط كويس اوي بالتحليل الكهرابي يعني في الحلقات اللي جاية هموضح التحليل الكهرابي سواء كان خلايا جيلفانية وخليها تحليلية. طب فين الباب التالت? فين بقى الباب التاني? لسه في مسائل كتيرة جدا. بس انعاوزك تركز في السؤال اللي هقوله ده. سؤال اختياري. يقول لك عند خلط. حجمين متسويين. من حمض مع هيدروكسيد صوديوم. حطت حمض وهيدروكسيد صوديوم. حجمين متسويين. عدد مولات لاتنين. ما ترى متسويين ومن اختلفين? هنشوف في المعادلة. حجمين متسويين من حمض كابريتيك مركز مع هيدروكسيد صوديوم. تركيز كل منهم خمسة من عشرة مولر. يعني مادتين حطتهم. حطت حمض كابريتيك. هاد. فين حمض كابريتيك اهو? مع هيدروكسيد صوديوم. عملت عملية معايرة. الحجم ده قدي ده. التركيز ده قدي ده. فيكون الوسط حمضي ولا قلوي ولا متعادل. الله. والوسط اجيبه ازاي هنا. هفعل الاتنين. هيديني ان اي تو اس او فور زائد اتش تو او. زائد مية. اوزن المعدتين. صوديوم اتنين اضرب في اتنين. وهنا في كمان ايه اتنين. حلو قوي. انا خدت كده حمض كابريتيك وهيدروكسيد صوديوم. اداني كابتات صوديوم ومية. طب هنا داخل كمول واحد. هنا داخل كمول اتنين. يبقى الوسط على طول هنا هيكون ايه حمضي. ممكن نحلها بالمعادلات وبالمسائل اه م ايه في ايه على ايه. بتساوي ام بي في بي على ايه. الحجم والتركيز الاتنين دول. حجمه تركيز قدر حجم والتركيز. يبقى ايه هي اللي بتتحكم وان بيه. ان بيه كانت باثنين. ايه على ايه? كانت ب ايه? بواحد. لو مسلا دي خمسة يبقى خمسة على الاتنين ودي خمسة على الواحد. مين الناتج اللي يطلع اكبر? يطلع على الخمسة. الخمسة دي. لكن ده هنا طلع اتنين ونص. طب دي بتاعت مين? الحمدي. يبقى الوسط حمدي. يبقى الوسط ايه? حمدي. انا مشاتي ابنفس في الامتحان وكتب ده. لك حجمين متسويين وتركزين متسويين خلاص. اخد عدد المناطي الاقل ده العامل المحدد للتفاعل. يبقى هنا الوسط كان حمدي. الوسط كان ايه? حمدي في هزي ايه اه الامثلة اللي موجودة عندي بتاعت عملية المعارضة. اه ما هتنسى حاجة مهمة جدا. الادلة يا جماعة. كواشف. كواشف والادلة طلبة لغاية النهاردة خلاص احنا في الامتحانات اهو ما بيعرفوش يميزوا بين الوسط الحمد والقلو بالادلة. الادلة يعني كواشف. كواشف يعني ادلة. يعني ايه كواشف وادلة? مركبات عضوية ضعيفة يتغير لونية بتغير الوسط. زي محلول صبغة عباد الشمس. حطه في وسط حمدي. يا طرى بيدي لون ايه? ما احنا حافظين من ابتدائي. لون احمر. وسط قلوي. لون ازرق. طب خليه في المتعادل اقول له ارجواني ما اقولوش بنفسيجي. لون ارجواني درجة من درجات اللون الايه? البنفسيجي. يبقى دلوقت صبغة عباد الشمس حفز طهر. وسط حمدي احمر. وسط قلوي ازرق. في المتعادل لون ارجواني. في عندنا صبغة تانية مهمة. في نول لفسالين. مادة عضوية ضعيفة التأثير. يتغير لونها. يتغير الوسط. ده دليل. في الوسط. الحمدي والمتعادل شفاف. في الوسط القلوي احمر. الدليل الوحيد اللي عندنا الوسط لونه احمر في الوسط الايه? في الوسط القلوي. هو في نول لفسالين. طب ازرق بروموسيمول. ازرق بروموسيمول. في الوسط الحمدي اصفر. في الوسط القلوي ازرق. في الوسط المتعادل لونه اخضر. ازرق بروموسيمول. وصبغة عباد الشمس. الاتنين. في الوسط القلوي ازرق. يبقى لا يصلح الوسط القلوي للتمييز بين صبغة عباد الشمس. وازرق بروموسيمول. لان في الحالتين بيظهر لون ايه يا جماعة? بيظهر لون ايه ازرق. في عندنا ميسيل برتقالي. ميسيل برتقالي. الوسط الحمدي احمر. في الوسط القلوي اصفر. في الوسط المتعادل لونه برتقالي ميصيل برتقالي في الحمدي لونه ايه هقول معايا هيكون لون ايه احمر طب صبت عباد الشمس في الوسط الحمدي لون احمر يبقى لا يصلح الوسط الحمدي للتمييز بين ما يسمى بالوسط سبري عباد الشمس وميصيل برتقالي في الحالتين بيعطي نفس اللون اللون الحلقة مهمة جدا راجحها كويس محة مرة واتنين موضع اسئلة تركز فيها هتفرق معك كتير كده شفنا مع بعض بعض انواع من التحليل الكيميائي فحلقتنا النهاردة او الحلقات اللي فاتت ان شاء الله بالاعتماد على ربنا قبل اي شيء وبعدين مجهود شوية ان شاء الله نجدد اهدنا مع ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يشيل البلاء والغمة اللي احنا فيها دي ونوصل لمرحلة حلوة من المذاكرة والمراجعة الجميلة بحلقاتنا تابعنا وتابع حلقات تانية للضمام للدرجة النهائية ان شاء الله كيمياء ستين سهل او تجيب ستين درجة لو ركزت معايا وان شاء الله بالتوفيق نشوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته